على وقع غلاء الأسعار وانهيار العملة المحلية والسياسات الحكومية في رفع الدعم عن بعض السلع الغذائية يتصاعد الغليان في نفوس الإيرانيين منذراً بصيف ساخن بفعل التظاهرات الشعبية التي بدأت بالفعل في بعض المحافظات الإيرانية هاتفة بالموت للرئيس إبراهيم رئيسي وللمرشد علي خامنئي المعارضة الإيرانية وثقت أخذ الاحتجاجات منحناً متصاعداً في مختلف المدن الإيرانية حيث خرج الآلاف في محافظات وسط البلاد إلى الشوارع ورددوا هتافات مناهضة للحكومة ومطالبة برحيل نظام ولاية الفقيه متهمين رئيسي بالكذب وعدم الوفاء بما وعد به قبل انتخابه القبضة الأمنية والإجراءات القمعية للنظام الإيراني وتقليل سرعات الإنترنت للتقليل من قدرة المتظاهرين على تنظيم صفوفهم كل ذلك لم يكن قادراً على منع الناس من الاحتجاج بل إن بعض المحافظات شهدت ما هو أسوأ إذ اقتحم الناس المراكز التجارية واستولوا بالقوة على الكثير من البضائع كما اقتحم آخرون مزارع الدواج واستولوا على ما فيها لإطعام أسرهم في ظل الإجراءات الحكومية التي أشعلت الغضب بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وإزاء ذلك الغليان المتصاعد توازياً مع تعثر المفاوضات النووية مع الدول الغربية في فيينا ووصولها إلى طريق مسدود فإن مراقبين يرون أن الأوضاع في إيران مرشحة للتفاقم بما قد يتحول إلى ثورة شعبية شاملة لا سيما أن فشل المفاوضات النووية ربما يؤدي وفق تقارير غربية إلى ضربة عسكرية تنهي طموحات إيران في امتلاك السلاح النووي وربما تضعف قدرة نظام طهران على مواجهة أي ثورة شعبية قادمة